بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصر المرسلين اليوم أمامنا برمجية بحتوى الحلقة الجزيرة دائما أدعوكم إلى تأملها ومحاولة إنجازها هذه البرمجية كما تلاحظون هنا لدينا دائرة وقمنا بإنشاء كما تلاحظون زاويتين الزاوية الأولى سميتها F والزاوية الثانية سميتها C هذه الزاوية C تحصر القوس كما تلاحظون هنا الملونة باللون الأزرق والزاوية F كذلك تحصر معها نفس القوس في الحق يمكنني تغيير مكان F حتى تظهر هذه الأقواص التي تحصرها كل زاوية لاحظوا بأن القوس الملونة باللون الأحمر القوس الكبرى D تحصرها الزاوية F والقوس الصغرى D تحصرها الزاوية C الآن الزاوية C والزاوية F لا تحصراني نفس القوس ولكن في الحالة التي كانت حالة السابقة هنا مثلا فإن الزاوية C تحصراني نفس القوس لاحظوا عندما أضغطوا مثلا على النقطة F ماذا سيحدث؟ ستنتقل الزاوية الملونة باللون الأزرق لتنطبق مع الزاوية الملونة باللون الأحمر وهذا يعني بأن الزاوية لنفس القياس يمكنني أن أضغط مرة أخرى يمكنني أن أضغط على C كذلك وسأحصل على نفس الحركة وهذا يعني بأن الزاوية C و F لهما نفس القياس يمكنني تغيير مكان الزاوية مثلا رأس الزاوية F وأعيد نفس الحركة ستلاحظون بأن هاتين الزاوية دائما هما زاوية ثاني لهما نفس القياس يعني زاوية ثاني متقيسة أما إذا كان الزاويتين لا تحصل على نفس القوس مثلا هكذا لاحظوا ماذا سيحدث الزاوية الملونة باللون الأحمر تحصل القوس الصغرى و الزاوية الملونة باللون الأزرق هنا تحصل القوس الكبرى عندما أضغط على الصيف سأحصل على هذه الحركة كما تلاحظون هنا فإن الزاوية تشكل زاوية قياسها 180 درجة ثاني الزاوية ثاني متكاملة تشكلان معا زاوية قياسها 180 درجة يمكنني أن أسحبها النقطة الصي بين النقطتين أود كما تلاحظون هنا وهذا لن يغير شيئا الزاوية الزاوية الملونة باللون الأحمر والأزرق هما الزاوية ثاني تشكل زاوية قياسها 180 درجة يعني أن الزاوية ثاني متكاملة وهذه برمجية رائعة حول الزاوية بطبيعة الحال متعلقة بالدائرة وهنا الزاوية ثاني لهما نفس القياس الزاوية ثاني محيطيتان تحصل على نفس القوس الزاوية ثاني متقيستان وهنا الزاوية ثاني لا تحصل على نفس القوس وهما زاوية ثاني متكاملة كما تلاحظون وكما قلت أدعوكم إلى تأمل في هذه البرمجية ومحاولة إنجاز إنجازها أو إنجاز بعض الخطوات منا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر